اشتركوا في القناة والله ما بخبي عليكم بس الوالد حالته عساسي كتير يعني حالته خطيرة شي دكتور ما بعرف بس كلويته عباني وكلدهم قصير والسكر عندهم ارتفعوا بشكل خطير طيب طيب شو تنصحنا دكتور تنصحنا ندنقلوله من الشاشفة تانية غير هاي لا لا أبدا القصة ما لا علاقة بالمستشفى ولا بإمكانية المستشفى المشكة انه وضع الوالد الصحي قلق كتير يعني اللي رح يعطيها بغير مستشفى نحنا عم نعطيها هون انه استجابة جسمه للعلاج ضعيفة كتير لا حولي ولا قوتة طيب دكتور شو العمل شو لشو ل والله أنا براي تطلعوا من المستشفى وتاخدوه على البيت لانه قعدتوا بالمستشفى رح تكلفكن كتير وبدون فائدة انتوا بكل أحوال عطول إضيويل اللي وصفتلكون إياها والقبر بانتظام وشو بنا نعملين يعني الله يشفي ويعافيه تعطيكو العافية الله يعافيك تلاعي رشحاتيك وشو بتريده أنا جاهز على فكرة الله يعافيكو نيانا شو لكن الدكتور وعليهمك يا بي حميقول الدكتور انه انو وضعك صار حسن بكتير بكتير الحمد لله وانت راح ارجع لبيت اليوم المسعى ان شاء الله يا بي يا بي انت نعم هلأ ولا تفكر بالشي مرحبا مايكونا زي دخيلك انا عم بسأل عن مريض نازل عندكم هون بهالجناعات بقى ممكن تفيديني بهالموضوع لو سمحتي تكرر بس لو سمحت اسم المريض صديق عمري صديق حياتي براهيم الطيب هذا بيكون عرفته عرفته مغير فيه العليمي يعطيك العافية خاطري 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 عليا ي Schedule تجيل عليا صدر هؤلاء كل فقارangan بيش حاسس روحك بيش حاسس نور الحمد لله نشكر الله ايه والله الحمد لله وميت الف الحمد لله الحمد لله لرب العزة والجلال المتربع على عرشه يا ربي ايش في هذا الكائن المتهالك الضعيف المدمر أمام قوتك وجبروتك أزل عنه الضر والضرر والأذى يا رب إنه عاجز أمام قدرتك حخير أمام عظمتك إنك السميع المجيب ولي علي 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 ولي علي 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 يا نظري يا شباب أنا عمكم غنوم النعوم صاحبهم من الروح للروح لأبوكم أنتو ما بتشوفوني كثير لا أنتو لا أبوكم بس عزري دائما وربي يشب علي أني بسافر كثير ببلاد الله الواسعة ويامن تراني عم غير بلاد عم غير رعبات وعم لأوترزين من هون وهون وهون ونيك يوم برومانيا يوم ببولونيا يوم بروسيا يوم بلحب الشيف وهكذا دواليك العمر بدأ يمضى حبيبي بدأ يمضى شو لكان ايه طنوني شو سايروا مع أمونكم احكولي ولا تبخلوا عني بالمعلومات أنا مثل أخوكم الحمد لله عم ما في شي يعني رجال كبير مرتفع معه شوية سكر ما في شي اي 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 اولي يعني بالسكة اولي يعني أنت إلهي لا حول ولا القوة إلا بالله العني العظيم ولك احذروا الأبيضين احذروا الأبيضين لك يا جماعة الله لا يبارك بالمرض الله يبعدو عنا الله يمتعنا بالصحة والعافية يا رب ولك شو الدنيا هاي شو هاي يا أولادي والله الدنيا بتخويف ومنجا للمراض عم يقشل كبير وصغير اسألوني إلي يعني أنا آخ أنا أنا لما كنت من بريطانيا نفدت من جنون البأر ولما رحت لرومانيا نفدت من أنفلوانزا الطيور ولما زرت الهند نفدت من حم الدجاج ولما سافرت لفرنسا نفدت من أبو خريون الأطاق ولما رحت لبن جلاديش نفدت من حم الدبا وبالأخي ربي سلمني من الأيدز لما رحت على بانكوك الحمد للعلى سلامتلك الله يسلمك يا حبيبي يا أخي أبو حامد أنا لما كنت مسافر بيتركية وعم أشتغل بترقيع الفرو قدريت أنك مريض شي بدي يساوي كون مطرحي فوراً رجعت حتى أتطمن عليك وكون بين إيديك كتر خيرك يا أخي فيك البراكية لا يا أبو حامد لا ولو هذا واجب أبو حامد واجد ولا تنسى أنه في بيناتنا خبز في بيناتنا ملئ منافع عامة مصالح عميدة أبو حامد بعدين يعني والأهم من هذا كله جدي يرحمون باشا الله يرحمهم ينفعنا من بركاته مدفون بأرضك أبو حامد شو بنا ما علينا تمنوني هذه موضوعاً إن شاء الله تتعلقوا في واجبكم مني أهً إذا لم تدعوا تتعلقوا فيه سأخذه على عسابي على أحصى مستشفى أقول لها لا تستطيعوا منهم تتعلقوا يتعلقوا أعبر شكراً يا أحمد شكراً لا يوجد هناك اليوم يريد أن اخترقوا على البياء إن شاء الله إن شاء الله شو تخترقوا على البياء لا تطيروا لعقلي حاكم أنا مالي لأيانها لازم يقعد بالمستشفى كم يوم تانيات مالكون شايفين وشه وشلون مصفر وعيونه غايرة ولي على قلبي لا الدكتور قال خلص منيح الحمدلله منيح أمورو لازم نطلعوا ما في معاد في مشكلة يا ابن أنا حابل أرجع لمزرعتي ولبيتي دهت خلائن والتصطيحة ولي على قلبي عليه ولي علي إلهي اشتقت لمزرعتك مهيني ليش فيه أحدى من مزرعتك وهوى مزرعتك وطراب مزرعتك وفر مزرعتك وشجر مزرعتك قسما بالله يا ابو حامد الأعلى فيها بترد الروح تتهنى فيها شو حيوة علي كل حال قبل ما أنزل بابا حامد أنا جبتلك معي مسبحة أنت وصيتني عليها من الباكستار شوف هه 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 شوف حبيبي عملي شوف مسبحة يسر شوف شون الملبسة بفطة تحفة فريدة شوال حاكي؟ خوت حبيبي خوت نسكها بأيتك بسبح فيها ربك حتى يشفيك بصراحة شكراً يسلموا دياتك طيب أنا بالإذن يا بي حروح حاسب مش يشفى بسيك أخي؟ بالإذن لحظة لحظة سيد حامي وين رايح؟ هذين ما بين عطوش؟ طمع عين؟ ما بين عطوش؟ يزوروا بالفواتير على كيفهم؟ بوح حسنك مستشفى؟ شو بتكون يعني إسه لألكمشي؟ موسيقى 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 فضلت فاتولة كسة واربين ألف وثمانمائة ليرة شو ها؟ وليش كل هالأد؟ اي والله لو كان المريض رئيس الوزارة ما بتاخدوا منه المبلغ شو ها؟ ولكن هون حاسبين النوم هي سبع ليالي كم نوم؟ كم نوم؟ كم يوم نام الوالدهم بالمساة يا حامي؟ واليوم السابع ما اختلفنا السابع بس الزنمى ما نعم لسا بقى ليش السبعة؟ شوف السابع ما بين حسين فهمت؟ أمرح سيدي الصول شو ها؟ هون كاتبين الزيارة الطبيب العصبية وحبيب المريض أبو حامد معه سكري شو داخل العصبية بالموضوع زاروا لأبوك طبيب عصبية شي؟ دعم دا ما زاروا ما زاروا أصبح بتشيل إجرة الطبيب فهمت؟ دونو السابع بتشيلها كلها من الفاتورة وبنى شطارة لك شو هات؟ شو هات؟ انتو كاتبين انو حق الأدوية هون عشرة تلاف ليرة صحيح لسبوك؟ ليش كل الأدوية اللي اخدها من المستشفى؟ لا 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 ما اخد جبنا أدوية كتير من مرة سمعا بيتناك شو هم يقول؟ شو هم يقول ابن المريض؟ سمعا سيدي سمعا؟ أعطيني لك شوفة كلية تونو السيدي لأنا نرى لحيس يا حيسر أين رأيك؟ قديش دفعت آخر شيئينتين؟ 39 ألفرق شفت ريش لهم؟ شفت شلوم؟ مو أكابرية أبداً أنك تدفع الفاتورة من غير مدقة ولي علي عليك ولي علي عليك لك مو لازم تعمل هالشي لا بالمطاعم ولا بالأوتيلات ولا بالمستشفيات ليش يا حزرات؟ لأنه كله بدي يلط كله يعني غنون بها الحالة ووفر عليك سبع تلاف ليرة كتر خيرة مو مسألت كتر خيري مسألت أني أنا حريصة عليكن كتير يا لطيف يا لطيف أني شبح بها العيلة؟ ربي يشهد علي وهو الذي يعلم ما في الصدور وما تخفي البحور هو الذي يعلم مكان حبة الخردل وفي أي صخرة موجودة في هذا الكون يحلم ربي أني بعشاء كن عشاء لا غاية في نفسي ولا غرض أولي علي عليكن المهم الآن جاوبني بصراحة كأخ وخلينا خوش بوش مع بعضنا تفضع فاتورة المستشفى اللي دفعتها حضرتك على حساب مين؟ سيدي ما بتفرق لا لا ما بجوز تحكي هيك منو بتفرق كتير بقى بزمتك على حساب مين هالفاتورة؟ على حسابي أنا اللي دفعتها هذا تمامي اللي توقعته وليه على قامتي عليك وليه علييه وبصراحة أي ما لك حق تعمل هيك منوب منوب ولا تأخذني أنا عم بحكي من نوع الموانئ وعشرة العمر لأنه نحنا صور بينا شو أصدك يعني؟ ياللي بيقصده غنوم هو كالتالي يعني أنت شاب بأول عمرك وعودك طريق عمرك ثلاثين سنة على وش الجواز مو هيك ولا أنا غلطانة؟ صحيح كلامك صحيح وإذا بتضل هيك عم تبع زيق مصريك يمين وشمال وعم تتبع طريقة أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب رح تندم بحياتك كتير ويمكن تتعذب كما ما فهمت علي؟ شو بتقصد يعني؟ يعني ياللي بقصده بحياتك ما رح تصير زنجير ما رح تصير وبحياتك ما رح تخش الدنيا وتتجواز كمان ما فهمت؟ يعني يا حاميد ما بيصير أخوك محمود ياللي هو أصغر منك وأقل فهم منك يطبق بهالمصاري فوق بعض هالبعض وأنت عم تتكارم من جيبتك وعم تشلف المصاري يمين وشمال ما يصير؟ يعني شو لازم أعمل برأيك؟ لازم أخوك يدفع الإحسان؟ يا سيدي أو على الأقل يدفع نصه لأنه بصراحة تسس نطفة نطفة على الأطلاق قل لي طمني طمني أخي إبراهيم شو صار معاك؟ خفت حرارة؟ أخفت الحمد لله شايفتيني هذا المخلوق؟ هذا صديق عمري الوحيد هذا الفئ عمري ودربي لا يفئ بنا آمين يا رب آمين يا حبيب العلبي يا ربي هاي أحلى دعوة بسمعها بحياتي كل ليلاتها تعالي أخيك إلي كنتي لازي عمليك تعالي أخيك وأنا شوفي بيقولوا هذا السائل إن الممرضات ملازم يعبتنوا بمكياجهم وبشعتن لأنهم ملائفة الرحمة أي ضروري ملائفة الرحمة يكونوا متخط باع ولمتن غوال أنت هلأ إذا إعدنيتي ببشرتك راح تلاقي أخوان 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 تعمل لا سافح قريشي شوفي حقيقي أنا عندي هذا كريم لتفتيح الذشرة وهذا لتغميئة هذا تفتيحة هذا تغميئة لا تخلطي بيناتهم شوفي عندي كمان عندي كريمات مختلف الأنواع هذا بطلوشن وهذا مسكرة وظل الروميل وهي وتر بروف وعندي إلام روش بمختلف النكهات شوفي هذا 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 وعندي 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 كراز وعندي بطيخ شو بتحبي إنتي؟ يعني ليلي بيحبي دوق موهي؟ شوين وين جعدوا رفقاتي؟ رفقاتي كون جعدوا شوفوا إذا طبقت لي رفقاتي أنا مستعد أعطيكي تفتي فلتي من المرعبك؟ الله يربع عليكي موهي؟ يالله، صنعه، يالله أنا دفعت فاتورة من الششفة يجب 39 ألفا أليك بكتر خيرة ويعود عليك بأكتر يا رب سلمني يا رب لكن أنت لا ترضىها، لا تريدك أخي محمود؟ ماذا لا ترضى؟ عدم المؤاخذة أن يدفع الفاتورة 39 ألف ورأة كلها لحالي فرقب ونصب النص حسنا، فقط اذهب إلى البيت للمتفاهم لا أخي، لا إن باتت ماتت، وأنا أحب دق الحديد وهو حامي الله يرضى عليك، الحق، أحب أعطينا نصف الفاتورة، الله يرضى عليك أنت وكان حامد، أفهمني الله يخلي لكن المرة الماضية، وإجاء الدكتور جبنا الدواء، أنا اللي دفعت، لا تذكر؟ لا، إنه مضبوط، الله لا يعطي الشيطان، في وقتها دفعت ألفين ورأة خلص، أعطيك ألف، خسومهم من اللي بدك تعطيني، يعني أنت خلص، 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 لا، خلص، مو عطا، ما حلو أبوك يسمعنا، ملقشها الصحيح مضبوط، علي، زي أنها 39 ألف ببقى خمسة عشر ومسة عشر وفي تسعة بروح ألف موسيقى موسيقى ما يفعلته أنت تفعله؟ الله يعطيك العافية الله عافيك، ليش فائت لهون؟ شلون ليش فائت لهون؟ هذا قبر جدي رحمون طيب الله صراح شو ظاهر ما سمعت فيه انت؟ أسمعت ولا ما سمعت؟ معناته أنت ملك من المنطقة ها، شلون ماني من المنطقة؟ أنا من هون خلقان هون معناته ما سمعت بقصة جدي رحمون لما طلعوا عليهم شلحين وخلصوا بضعتهم مات هون بأرضهم من أهرهم ها، ليش وشو كان نشتغل جدك؟ متل ً وقيتي، باية عشر من بلد لبلد دخلك بدلي إسألك شو أخبار لل hoop أبو حامد؟ والله حالته صعبub tavaun competency يعني他說ب حمازل مسكين اي يي يي..شو عطحكي أنت؟ أصبح لازم شق عليه، ما في مجال دخلك؟ شو أخبار ولاده الحامد ومحمود؟ والله مو كثير بيحكوا مع بعضهين فينا شوا في بناتين اي 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 الله يصلحون ليش يك عم يعملوا ما لونحق أبدا فعلا زعلتني بسيك بسيك حلي درساك بسيك هذا هو جدي رحمو اللي في الشعر عليك العافي ان شال الله يا عم شو ما شايفني ادوح والله يا عم بدك تضلع لنفس الدواء مليت مأدو يا ابني والله مليت اتوكل بالله واستهدي بالله وخلي املك بالله كبير وطلب منو الشفاء بس بدك تضلت واثب على هالدواء وما لازم تقطعوا بنوبها ان شال الله ان شال الله أبوكن حالته تعباني كثير والأدوية اللي عم نعطيها ما عم نجيب نتيجة أبدا مع أنه صرت مغير للدواء أكثر بمرة وعم بعطيم العيار التقيل المسموح فيه طبييا أصدو الأسف ما في تحسن طريق دور نفيرا ياك فليني أنا أخذوها المستشفى لون أننا ما رح نستفيد شي لذلك اتوكلوا على الله وكلنا بالنهاية تحت ألطفه يلا السلام عليكم الله معكم سلام أخي روح حسبو أنا حسبت المرة الماضية باش يا حبيب قلبي عمرين تنظري آه ريتني أنا ولا أنت يا ليتني كنتو الطبيبة المداوية شلوش راحر بحالك يا عمري وليه سخن كتير وليه على قامتي عليه أنا وليه على قامتي ليش كوشك أصفر وسالت سالت وشه كتير كأنه مو أبو حمد اللي بعرفه الحمد لله الحمد لله هذا نصيبي وهي اسمتي يا خير إن شاء الله إذا بتكون أي مساعدة يا حمد أنا بساعدكم الله يخليك تسلم شو؟ تكتعطي دوا والله العظيم والله العظيم ما حدا بيعطيها غيري قوم أنت الله يرضى عليك جب لي كاسة مي باردة تكون من تلجة لأنه حلقي طاجش تكرم عينك هيقوم أمام الله يرضى عليك ويحنى عليك يا رب ايه أخي حاميد قيمت بدو يحن قلبك على غنهم وتبيعني شقفة الأرض اللي فيها قبر جدي طيب نصة ربعة عشرة أبدا ولا حتى شبر واحد طيب أجرني ياها عشرة مستحيل طيب ما بغل نصبك تفضل حبيب عمري افتحت المكلة شوف يلا ايوه شراب هالمي صح مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يأسس يبني السلام عليك العمى العمى ما يأتي بك العمى شو الرسل يا أبي أهلين أهلين محمود شلونك حبيبي نيح شو قالك الدكتور يا ترى والله قال من الوالد تعباني كتير شيلة طولة لا حول ولا قء وتعلا بالله العلي العظيم كلنا تحت ألطفك يا رب اهه عمري محمود بتسمح لي إحكي معاك كلمتين على انفراد هون بيه المكان لإني أنا يوم عن يوم عم أشعر حالي فرد من هالإسرة ولازم لازم قول كل شي بجول بزهني تفضل أنا يا محمود رح أنصحك نصيحة أخ حقيقي لأخوه يعني نصيحة العارف ببواطن الأمور الخبير بتصاريف الحياة ومفاجآتها انتظر عم بسمحك هادا أبوك يا محمود متل ما لك شايف مصبح ممسي والأعمار بيد الله وكلنا على هالطريق بس المسكين صار على حفة قبره والشغلة باينة باينة محمود ماردة اتنين يحكوا فيها بعيد الشر شوال حك اللي عم تحكيه هو بعيد الشر نحنا ما منقول إلا بعيد الشر بس الشر جاي من كل بد إذا ما سمعت كلامي يا عمري طيب اتفضل عم بسمعك شغلت لي بالي الله لا يشغل لك بال بس انت يا محمود لازم تطلب من أبوك اليوم قبل بكرة مشان يقسم الأرض بينك وبين أخوك حاملت ليش بقى ما طول عمري الأرض إلا ما بنشتغل فيها مع بعضنا وسور بينا هادا كان قيام زمان يا حبيبي بس هلا الظروف اتغيريت وبيني وبينك وعلى هوا ما لحظت ضمع الميتي وفراستي أخوك حامل طمح كتير وخايف بكرة يشغلك عنده مثل الإجير هيك يلاك وما يطلع لك من الجمل إدنه وكل هالشي بيهشيت إنه هو أكبر منك وبيمون عليك مثل أبوك ومن هادا عليك لمسطي لذلك سمع مني وقلوب من أبوك يقسم الأرض بينك وبين أخوك على حيات عينه وبركي معرضي أخي مين هادا الشي أخوك طمعان معا مين هادا الشي أخوك طمعان بالأرض كلها من بين المسالي فالرقم بنقلي الزمان فالرقم بنقلي الزمان دا العمر كله دا العمر كله بعدك هوان فؤادي في حبك مشروح خير، شايفك من هالأراضي، شو عم تسامي هون؟ هلأ هيك الأحباب بيستقبلوا الأحباب شايفك من الأراضي، شو عم تسامي هون؟ هين مغيبنان هذي؟ بدك تسلم لي العقدة اللي بوشك ما أحلاها والله 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 لو ما يكون الله خاليني رجال، لا تجوزتك خد خود، خد حميد، حميد خد مني هالهدية، هالأداحة حلوة ما هيك؟ حلوة بس أنا ما أبدخن بسيطة، شو هالشغلة؟ خد هالباكت حتى تصير الدخين شكرا ما تدخين هلأ ما قالت لي، شو عم تسامي هون؟ عم زور قبر جدي جدي رحمون الله يرحموا جدي طم مني، شو أخبار الوالي؟ إن شاء الله تحسن؟ لا والله حالته تعباني وكل ماله صحت ولا ورا شو الحكي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير واللهي، واللهي، لو لم أكن عصية دمعي لأزللته دمعا من خلائقه الكبرو جديد بساقه أي شخص على كل حال، وين أنا؟ أنا إلي معك كلمتين على انفراد، الله يرضى عليك دول بالاك، شو انفراد ما انفراد؟ حكي هون، ما حدث معنا، الله يرضى عليك لا، لازم الكلام يلي رح إلك يا، لازم له خلوة، امشي لألك، امشي؟ محرام مخضرام لأخ ظهير طريق جناحات ونواعي مثل فرخ الحمام الله يوفقك طويل بال أقعم بسمع كوني أخي حكي أرض أبوك لازم تنقسم بينك وبين أخوك هذا هو الواقع المريح اللي يشايفه بعيني ما اختلفنا بس الوالد لساته عايش الله يطول بعمره وهذا هو بيت الأصيد الوالد بنفسه لازم يقسمه حتى ما حدا يزعل بعد ما ماته قسم الختام بس الأرض واحدة ونحن من طول عمرنا عم نشتغل بالأرض مع بعضنا يعني صحيح ما بقلك لأ بس إذا توفى الوالد ما بتعرف شو رح يصير فتح مخك يا حامد ولا تخلي عقلك جامد هذا أخوك محمود ولد صغير طايش بجوزي قللك بيوم من الأيام أنا بدي بيع الأرض ما بدي أشتغل أنا بدي سافر أنا بدي أنا بدي وبيكتر الناق وبيزداد السق وخير هيك وهيك بكرة أنت ويا رح تتجوزوا رح يجيقن أولاد مو هيك حامد ولا مو هيك سنة الحياة حامد مظبوط صح؟ بقى رح تخليها لأولادك وإنهم عم يتقاتل ويتنازعوا وعلى قولة هدا إلي وهدا إلا هدا إلي وهدا إلا أكيد رح تتسمم حياتهم ورح تتعقد بالمشاكل لذلك أنا من رأي حامد تتأذموا من هلا وكل واحد يعرف يلي إله هيك أولا؟ طبعا وأنا ربي يشهد علي ما لي مصلحة غير راح تكون وينك حامد نصيحة إلك لما بتصير الإسمة تاخد البستان عد طيب ليش؟ لأنه في قبر جدي رحمون الله يرحموه وأنا رح اشتريه منك البستان؟ لك لا القبر وكم متر حواليه ورح ادفع لك اللي بتريده بقى شو قلت؟ والله ما عاني عارفان شو بدي إليك طيب معلش فكيش؟ حميل جهدك ها؟ ايه؟ اخد حامد اخد قنينة هالعطر اشتهيت لك ياها ها ها يسلموا دا ام ليش بتكنت اسم الأرض يا أبني؟ يا بي هيك أرياح حتى يعرف كل واحد شو إله بس يا أبني انت من طول عمر كنت تشتغلوا بالأرض والأرض واحدة وسوار بيتو صحيح يا بي بس إذا أسمنا الأرض بيكون حسن بكون أفضل بكتير وابعرف بس موت سوي اللي تكون إياه الله يطور بي عمرك يا بعيد الشارع النار بس يا بي إذا أسمت على حياة عيناك بيكون أفضل وصدقني ما أحد رح يخالفك أبدا شو بتقول إحنا موافقين؟ أي شي إن شاء الله بتقللي شجرة دفاح أنا أبرع يا بي شو؟ يا بي؟ يا بي يا بي شوفي يا بي مالها يا بي ما في شي بس كنا عم نحكي مشان اسمت الأرض أشي يا براح اسم الأرض اسرسي بسم الله الرحمن الرحيم هذا يأرضك هذا يأرضك هذا يأرضك تبتل خيرك يا بي شو طلع لك يا حامد؟ طلع لي بستام الدفاح وكرم اللوز والبير وانتي يا محمد؟ كرم العنب وكرم الزيتون وبستام الخضراء مش الحال هيك الله شهريني يا بي الله يطولنا بعمرك يا بي الله يطول بعمرك يا بي والله يضاريكم احترق لك اذا مرتك قواف ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر محمود، بتعرف شو عم فكر حتى ما أزعجك مرة تانية؟ لا والله، شو عم بتفكر؟ عم فكر اشتري منك شقفة هالأرض الصغيرة يلي فيها قبر جدي وريحك من إزعاجي ايه، وقديش بدك تفع فيها؟ يلي بتريده أنا جاهز؟ لأنه متل ما بتعرف قبر الجد غالي كتير طيب ماشي، بس تركني فكر كم يوم فكر على مهلك يا عمري ولا تهكل أيهم، المصاري جاهزي وينك حبيبي؟ بخبخ على راسك من الفكساتوري اللي جبتلك يا حتى تحبوك الصبايا، ايه؟ جدي رحموك، جدي رحموك، رحموك رحموك في درستنيا رحموك موسيقى 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 يعني؟ دخلك بدي اسألك قبل ما يجرفنا الحديث شو صار معك مشان قبر جد يرحمون الله يرحموا متأسف كتير يا سيد غنوم متأسف والله ليش با؟ طلع كرم الزيتول والأبر من نصيب خيي محمود ييييييي شو الحكي متل ما عامل لك وانت شو طلع لك يا مسكي هالكرم كرم اللوز وبير المي ييييي فظاعش وانك آدمي ودرويش وشلون هيك رضيت بها الاسمي؟ هاي إرادة الوالد هو اسمها الاسمي اسمح لي قللك بدون أي تحفوز وبدون أي حرج بالتلفوز أبوك الله يغمق له بالرحمة والغفران ظلمك كتير بستاني الزيتون وحده بيحق كل حسطك شو الحكي لمصدي؟ يعني أنا كنت اشتريت منك قبر جدي لحاله بنص مليون شو الحكي؟ لكان جدي هاد مؤسس حيلة النعوم مو حي الله طيب شو بدي أعمل برأيها؟ ها ها هلا بتحميل حمايلك وبتروح لعند أخوك وبتقول له أنا بدي عيد رسم لحدودي اللي بيناتنا ولا تحكي بطراوي حكي بجدية طيب وإذا ما قبل؟ معناها أخوك طماع ونفتحت نوايا يعني بيكون عرفان أنه الاسمي ظالمي وبدو ياكل لك حقك محمود؟ يا محمود ايه ايه؟ علي حميد؟ تفضل أخي تفضل بلا أخي بلا مخي هن كلمتين ورد غطاهوا بتسمعون منيح خير يا طير شو الكلمتين بقى؟ الأرض اللي قسمه الوالد بيناتنا مو عاجبتي من نوب والمعنى؟ المعنى من نعيد ترسيم لحدود اه شلون يعني؟ يعني انت بتاخد بستان التفاح وانا باخد كرم الزيتوه هيك لكان ايه نعم هيك لكان لا سيدي ما حزرت ما حزرت ابنه لا حزرت ونص وهذا اللي بدي يصير لا سيدي مراح يصير شي ومراح يتغير شي أبوك لما قسم الأرض بيناتنا انت رضيت وما اعترضت مظبوطة الحكي ما اعترضت لأنه كان الوالد عم يعطيك عمرو ايوة اكرامان يعني نعم سيدي اكرامان اي مرحبا اكرامان حبيبي خلاص الأرض اتقسمت وانتي اخدت نصيبك وانا اخدت نصيبي ايوة يعني ما رح ترسم لحدود ما هيك؟ لا سيدي ما رح رسم شي طيب بسيطة يا خي محمود بسيطة لو شو عم تهددني بقلبيتي شو سعر لك انت روح 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 على البيتك روح لك روح روح خلاص طيب يا خي محمود خاطرة روح طبعا ما رح يرضى لأنه بستاني الزيتون لحاله وبيزوى الأرض اللي أخده انتي مظبوط لأ وفوق هيك قلعني من بيته ورفع صوته علي وبتقوله سواربينا بتقوله يا حيف على الأخ لما بيعمل بأخوه هيك ولكن الأخ الأخ مأخودة من كلمة أخ إذا نوجع واحد بيصرخ التاني على أية وعال انتي ما لازم تتنازل عن حقك بيرسم لحدود منوب مين الليك رح تنازل فشر بنص عينه بس هلأ ماني عارفان شو بدي ساوي لا تخاف يا حميد ولا تتوسواس رأبته بإيدك كيف يعني ما بفهمت عليك من وين بتشرب أرض أخوك من البير والبير بأرضه صح ولا لا صح يعني ملكك الشخصي صحي مزبوط مزبوط ها 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 أصبح شو بيصير فيه إذا قطعت المي عنه رح يجيك مثل التوتو ويبوس إيدك ويترجاك عص علي بي المسألة عص وشوف النتيجة شلون رح تكون لماذا قطع المي عن أرضي؟ المي ملكي وأنا حرفيها لا سيدي ما لك حرفيها البير إيلي أقولك؟ البير بأرضي وأنا حرفيه لك سمعوا يا الحكي شو بدك الخضرة عندي تموت؟ لك الشجر بيومين بيباس سمع محمود لا تطولة تقصار كلمتين إلهم فايدة أحسن من عشرة ما لهم معنى سمع تعطيني كرمز زيتون بتاخد مي بهالفترة ولما باخد كرمز زيتون قبل تعطيني مي أنا بدب الحالي سمعوا على الحكي لك سمعوا على الحكي لك بالمنام ما بتشوفه لك كرمز زيتون ما بتشوفه فهما دا سيدي مو صحيح هالحكي ماشي لك شو عبتعمل بعد هك محمود لك بعد هك لك بعد هك بعد هك عمول الله بعد هك لك مي مرحي يا أخد مني قبس عنام الله يا ضعطي ما يتقمت يلا نلعب لها يلا روح يلا روح يلا روح روح أطل أسيقون يلا روح يلا روح يلا روح يلا روح ويلا روح انا أصبح عمون عطشان، لأنه أخي مرضي يعطيني مي يي 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 عليك وعلى أخوك لك ليش يكب تعملوا حرام ما بيجوز ما بيجوز تعملوا هيك من نوب مو على أساس أنتوا سوار بيتوا لا تعلق النوم أنت للصادق ناوي تضمن كرم الزيتون اي طبعاً وناوي اشتري قبر جدي وكم متر حواليه كمان هلأ شو بدي بيقبر جدي خلينا بالكرم للصادق ناوي تضمنه ولا لا طبعاً ناوي أضمنه وأنا مستعد أضمنه وعشر سنين كمان بس بس شو يعني بصراحة مشكلة المي مشكلة خلص لا تهكى لهم أنا رح رجع المي المقطوعة أوعك أوعك لا تتوار أوعك ها طب خلص هلأ تركني بلاقيه لك طريقة وبرجع المي أنا برأي ما لغير حل واحدة محمود شو هو لا تخليه فوت على أرضه من الطريق يلي بيمر بأرضك لا تخليه بس ما له إلا هالطريق يصطفيل مشكلته يعني متل ما حرمك من المي حرمه أنت من الطريق والبادي بالشر أصلاً شديداً خلص شديداً مدى شوفي ليش عم تقطعوا الطريق والله هذا الطريقي مر من أرضي وانا حر فيه شو هل حكي؟ طول عمر رامن مر من هون؟ كيف يعني يا دادل؟ والله طول عمره قبت مره وهلأ معد في مرأة هاي أرضي فهمت بها؟ عم تمزع محمود لا تخلي زعل منك الله يخليك لا تطلع لي خلقيه فكها فكها يلا فكها يلا سيدي ما رح فكها روح لإلى غير طريقي مره منه يلا محمود عم بقل لك بدك تفكها غسمن عنا هاي أسيدي ما نفكها شو رأيها؟ محمود؟ قصمان عظما بحسب الله ما خلقك ها محمود؟ شباب؟ محمود؟ لك بعد هيك بدك تفعها لك نصف العم لك محمود؟ الله لك تليني يا محمود إذا بخليك مية واحدة ها نوش الأرض بسيطة يلا كاملوا شغيل محمود محمود؟ قد قدتين؟ أهلا غنون؟ ديك والله ما قدرته يا سيني بشو بدي أعرف لك والله ما قدرته يا حامد يا حامد هالكلام ما رح ينفعك وهالإنكار هاد رح ينقلب ضدك ويزيد من عقوبتك بس إذا اعترفك ممكن المحكمة تسعى لك بالتخفيق لا حول ولا قوة الله بله بشو بدي اعترف يا سيدي بشو بدي اعترف اعترف بأنك قتلت أخوك محمود باتلتو أنا اعتلقي ما معقولة اعتلقي لك معقولة في 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 عائل بصدقها شوفوا لك كل العالم سمعوك أنت عد تهدده وتقول له الله لا يخليني إذا بخليك على وش الأرض مضبوط ولا لا مضبوط يا سيدي بس أل حكي عكايته بلحظة غضب كنت معظم لأنه أخي كان مسكر الطريقة علي يعني كلام ماله يماله على الإطلاق شوف يا حامد الشبهات كلها عم تدور حوليك وأنا عم حاول ساعدك بس على ما يبدو أنت ما بدك هالمتساعدة على كلين أنت حر وهالإعناد هاد ما راح يفيدك شرف معناه شرف أنا بعتلك مصاري وأكل وصلوك يا ترى وصلوني الله يكتر خيرك يا غنة الله وكيلك كل أهلي قاطعوني كل هاتوا مفكريني أنه أنا اللي أتلطقي أنت أنت ما تقدر تشد شناح دباني ميتة يا لطيف على ظلم الناس كم سنة حكموك سبعة سنين بس أصلي بس هذا ظلم 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 كبير يا غنم يلا حبيبي بدك شي مني قبل ما أمشي لا لا الله خليك لا تمشي خليك متونس فيك الله يخليك ما بقدير ما بقدير حامد بد يروح يشتغل بالقراط أرض أرض إيه الأرض لإني تركت السفر والشنططة وحاطت جهدي بقى الأرض بقى أنا وأرض ليش ما قلت لك شو بدك تقول ليه أنا اشتريت أرض أخوك الله يرحموا مشان قبر جدي يرحموني ضل ملكي شو هالحكي انت كذاب انت ما اشتريت شي مستحيل أخي يعمل هيك عملة وليش لحتها ما يعملها لأنه هي بنهاية أرضنا أرض العيلة كانت أرض كون بس هلا صارت أرضي لأنه فيها قبر جدي وعطونيها رسمي بتحب ورشيك زند التمليك يلي عليه خمسين توقيع المناسبة إذا جاي على بالك تبيع شي من أرضك حتى تنفرج بحقها غنوا من نعوم جاهز ومن مجميعه بقى شو رأيك تصطفي لأنت حر بس عميل حسابك إنه بدي طالب ترسيم لحدود بيني وبينك ها وتوسيع أرضي بدي وسعها بدي ضم البير إلها ولها السبب راح أحمل تصحيح أوصاف ورح أطالب بالبير يلي على حدود المشتركة بين أرضي وأرضك وبدي ضمه لأرضي بإذن الواحد أحد أبو خيمة زرق شكرا آه يا غنوني حقير أنا أتفرج لك ما سأطلع من هون لحرجع أرض أخي غصب العنا طوي بالك يا سيدي إذا طلعت ولقيت أرضك بيكون منيح كثير شوفوا زهور العوافي شلوني بيحكي شكرا 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 شكرا